السلام عليكم أصدقائي كيف حالكم؟ أتمنى أنكم بخير اليوم وبإذن الله تعالى ها قد جئتكم بفيديو جديد في فيديو اليوم وبإذن الله تعالى سوف نتناول حل وشرح فرض في مادة التاريخ والجغرافية أو في مادة الاجتماعيات عندي فرض الفصل الثاني لسلاميذ السنة الأولى متوسط النموذج رقم اثنان وقد قمت بنموذج سابق أي فرض فصل ثاني في مادة الاجتماعيات لسلاميذ السنة الأولى متوسط لكل من يريد مشاهدة هذا الفيديو رابط الفيديو سوف يكون في صندوق الوصفة وقبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا فضلا وليس أمرا أن تضغطوا على زر الإعجاب وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة بتفعيل زر جراء استنبيهات ليصلكم كل فيديو جديد ننشره على قناتنا التعليمية ولتصبحوا جزءا من قناتنا التعليمية ولنبدأ على بركة الله اللوبيون الوضعية الأولى في مادة التاريخ عرف ما يلي هنعطني مصطلح وطلب مني أنه نعطي التعريف التعاريف أو المفهوم التع displayed هو اللوبيون طلب مني أنه نعرف تغ Hasfar ثانيا لقد كان للحروب البنية إنعكاسات سلبية على بلاد المغرب لقد كان للحروب البنية إنعكاسات سلبية على بلاد المغرب وما هي الحرب البنية كان لها انعكاس سلبي يعني لهو ضد ايجابي يعني سلبية يعني مش مليح على بلاد المغرب وما هي رح نذكر هذه الانعكاسات السلبية ورح نعرفه اللوبيون الوضعية الثانية هنا التعليمة قليرة بالعبارات التالية بالارقام حسب التنظيم الاجتماعي لسكان شمال افريقيا سكان شمال افريقيا عندهم تنظيم اجتماعي محدد هنا رح نرتبو هذه العبارات الثلاثة بالارقام حسب التنظيم الاجتماعي لسكان افريقيا لسكان شمال افريقيا هنا عندي العشيرة هي مجموعة من العائلات المنحدرة من جد واحد القبيلة هي مجموعة من العشائر الاسرة هي مجموعة من الافراد تربط بينهما روابط متيناء الوضعية الثالثة الآن تميزت معيشة سكان بلاد المغرب بالاستقلال والحرية بسبب تأثير الوسط الجغرافي المحيط بهم تميزت معيشة سكان بلاد المغرب بالاستقلال والحرية وهذا بسبب تأثير الوسط الجغرافي المحيط بهم أولا أحدد الموقع الجغرافي لمنطقة شمال إفريقيا الآن بحضة الموقع الجغرافي لمنطقة شمال إفريقيا ثانيا أذكر أربع تسميات أطلقت على سكان بلاد المغرب مع الشرح ثم سنذكر أربع تسميات كانوا يطلقوها على سكان بلاد المغرب وأيضا نشرح هنا مع الشرح الوضعية الإدماجية الآن السياق وأنت تشاهد شريطا وثائقيا لفت انتباهك تكرار المعلق لكلمة الممالك الأمازيغية مما دفع بأخيك التساؤل للتساؤل عن معنى هذا الاسم الممالك الأمازيغية فقررت التدخل للإجابة عن سؤاله وإزالة الغموء التعليمة اعتمادا على ما درست اكتب فقرة تتكون من ثماني أسطر تتحدث فيها عن الإطار المكاني والزماني للمالك الأمازيغية وتذكر فيها مميزاتها الآن نحن نروح للجزء الثاني وهو الجغرافيا عندي الوضعية الأولى عرف ما يلي عندي مصطلحين هنا طلب مني أن نعرفهم التضاريس والمحيطات يعني نحن نعطي التعريف أو المفهوم نتحم الوضعية الثانية الآن حدد الامتداد الفلكي للمنطقة المعتدلة مع ذكر أقاليمها نحن نحدد الامتداد الفلكي للمنطقة المعتدلة ونحن نذكر الأقاليم انتاحة الوضعية الثالثة اذكر العوامل الطبيعية والبشرية لتوزيع السكان نحن نذكر العوامل الطبيعية والبشرية لتوزيع السكان الوضعية الإدماجية الآن اعتمادا على ما درست اكتب فقرة من ثمانية أسطر تبرز فيها أهم خصائص المنطقة الحارة مع ذكر أقاليمها الآن الإجابة على جزء التاريخ عندي الوضعية الأولى عرف ما يلي هنعرف اللوبيون اللوبيون هي من أقدم تسميات سكان المغرب نسبة إلى قبائل ليبيا كانت مقيمة غرب مصر اللوبيون هي من أقدم تسميات سكان المغرب يعني من أقدم الأسماء اللي كانوا يطلقوها على سكان المغرب وهذا نسبة إلى قبائل ليبيا كانت مقيمة غرب مصر ثانيا إنعكاسات السلبية للحروب البونية على بلاد المغرب عند أولا تدمير قرطاجة وثانيا تعرض بلاد المغرب إلى الاحتلال الروماني تدمير قرطاجة وتعرض بلاد المغرب إلى الاحتلال الروماني الوضعية الثانية الآن أرتي بالعبارات التالية بالأرقام حسب التنظيم الاجتماعي لسكان شمال إفريقيا عندي نايا ثلاث عبارات نحن قرأوا مستقبل مرتبوهم عندي أولا العشيرة هي مجموعة من العائلات المنحدرة من جد واحد العبارة الثانية القبيلة هي مجموعة من العشائر والعبارة الثالثة الأسرة هي مجموعة من الأفراد تربط بينهم روابط متينة عنا أولا وهي الأسرة الأسرة وهي مجموعة من الأفراد تربط بينهم روابط متينة ثم العشيرة وهي مجموعة من العائلات المنحدرة من جد واحد وثالثا القبيلة وهي مجموعة من العشائر الوضعية الثالثة الآن الموقع الجغرافي لمنطقة شمال إفريقيا هنا نحن نذكر الموقع الجغرافي لمنطقة شمال إفريقيا تمتد بلاد المغرب القديم من البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى جنوبا ومن مصر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا نحظروا هنا ذكرنا هنا من الشمال وأيضا ذكرنا من الجنوب شمال شرق غربي يعني من شمال إلى الجنوب ومن شرق إلى الغرب أو من أو العكس إذن عندي تمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى جنوبا ومن مصر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ثانيا أربع تسميات أطلقت على سكان بلاد المغرب مع الشرح هنا سنذكر أربع تسميات أطلقوها على سكان بلاد المغرب مع الشرح أولا الأمازيغ ومعناها الرجال الأحرارة ثانيا النوميد ومعناها البدو الرحلة ثالثا المور يعني سكان سواحل شمال إفريقيا وأيضا الجيدول وهي سكان المناطق الواقعة بين السهول والسحراء الوضعية الإدماجية تشكلت الممالك الأمازيغية بسبب الخطر الأجنبي المحدق والطمع في خيراتها الممالك الأمازيغية هي كيانات سياسية ذهرت بداية من القرن الثالث قبل الميلاد في منطقة شمال إفريقيا وهي نوميديا الغربية وأشهر ملوكها سيفاكس تمتد من مملكة نوميديا شرقا إلى وادي ملوية غربا ونوميديا الشرقية تمتد من قرطاشا شرقا إلى حدود مملكة نوميديا الغربية من أشهر ملوكها ماسي نيسا الذي استطاع توحيد نوميديا الشرقية والغربية بالإضافة إلى مملكة المور التي تمتد من وادي ملوية شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا وكان يحكمها بوخوز الأول وظهور الرومان كقوة منافسة للقرطاجيين وطمعها في خيرات بلدان المغرب ورغبة السكان في التكتل لدفع الخطر على بلادهم وفي الأخير نستنتج أن لمنطقة شمال إفريقيا تاريخ طويل يعود للعصور القديمة وقد أسهمت في تطوير الحضارة الإنسانية الآن نذهب إلى جزء الجغرافيا طلب مني أن نعرف التضاريس والمحيطات أولا عند التضاريس هي مظاهر وأشكال مختلفة موجودة على سطح الأرض مثل الجبال، الهضاب، والسهول الآن المحيطات هي مسطحات مائية واسعة ذات أعماق كبيرة وأمواج عاتية الإمتداد الفلكي للمنطقة المعتدلة الآن تمتد المنطقة المعتدلة من 30 درجة و60 درجة شمال وجنوب خط الاستواء ثانيا أقاليم المنطقة المعتدلة عندي أولا إقليم البحر الأبيض المتوسط ثانيا الإقليم الصيني وثالثا الإقليم المحيطة هذه هي أقاليم المنطقة المعتدلة عندي ثلاث أقاليم الوضعية الثالثة الآن ذكر العوامل الطبيعية والبشرية لتوزيع السكان أولا نبدأ بالعوامل الطبيعية العوامل الطبيعية وتتمثل في المناخ والتضاريس والطربة والثروات الطبيعية أما بالنسبة للعوامل البشرية العوامل البشرية تنقسم إلى أنواع عندي اجتماعية حيث تتوفر الخدمات والأمن واقتصادية حيث تتوفر مناصب الشغل وأيضا تاريخية حيث مناطق قيام الحمارات الوضعية الإدماجية الآن تمتد المنطقة الحارة بين دائرتين عرض 0 درجة إلى 30 درجة شمال وجنوب خط الاستواء ففيما تتمثل أهم خصائصها وما هي أقاليمها تتميز المنطقة الحارة بعدة خصائص أهمها ارتفاع درجة حرارتها وندعة التساقط والجفاف طول السنة كما أنها تتميز بقلة السكان وتباين من نسبة الرطوبة إضافة إلى قلة الحيوانات ما عدا المقاومة للمقاومة للعطش مثل الجمال الزواحب والفنك وكذا قلة النباتات مثل النخيل الصبار والحلفاء أما أقاليمها فتتمثل في أربعة أقاليم وهي الإقليم الاستوائي المداري الموسمي والصحراوي وفي الأخير تجدر بنا الإشارة إلى أن 84% من مساحة الجزائر تنتمي إلى المنطقة الحارة وهي الصحراء التي يسودها الإقليم الصحراوي مما يؤدي إلى قلة سكانها وفي نهاية هذا الفيديو أشكركم يا أصدقائي على حسن المتابعة وإلى اللقاء بالتوفيق